أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان وصلنا سؤال من شخص يقول أخاف من نهاية العالم والموت كيف أعرف وأتأكد أن لي حياة أبدية وبكلمات بسيطة سأل وأني سأذهب إلى السماء كيف ممكن أروح للسماء طبعا هذا واحد من أهم الأسئلة اللي بتتعلق بحياة ومصير الإنسان كل الغرض أحبائه وخلاص الإنسان لازم ندرك حقائك كثيرة أولا أنه أنا مخلوق على صورة الله صورة الله الأدبية الروحية شيء ثاني أنه الله بحبني وأنه هذه المحبة عظيمة جدا غير مشروطة غير محدودة بغض النظر أنا كويس ولا مش كويس لأنه ولا شيء ممكن يرضي الله في العهد القديم حاول يرضي الله عن طريق الأعمال الصالحة عن طريق الذبائح عن طريق البر حتى الكتاب يقول جميع أعمال برنا كخرقة نجسة وعن طريق حفظ النموس لكن النموس مثل المراي عم بوريني خطيتي وأفعالي لكن ما بيخلصني فإذا ما هو الحل لازم أدرك أنه الله عنده اهتمام خاص فيه الله بحبني لأنه مخلوق على صورتي وهذا الاهتمام في غاية الأهمية أنه كل الغرض الله عاوز يكون له علاقة وشركة ولذة مع الإنسان يمكن بعض الناس بتستغرب من هذا التعبير طيب ما هو الله غير محدود وطيب يعني ممكن يخلق مين ما يخلق وش معنى أنه عاوز يعني يتلزز بخليطه إذا أدركنا محبة الله وفداء الله من خلال يسوع المسيح فعلا بتعيش كل الحياة والأبدية فقط تشكر الرب لكن في مشكلة شو هي المشكلة؟ الخطيئة منذ سقط آدم واجتاز الموت إلى الجميع فكان فيه توقيت إلهي بيسمى بالتدرج بالإعلان حتى الله يعني يتكلم عن مجيء المخلص وطبعا بتشوف نبوات ورموز وتشبهات كثيرة في العهد القديم اللي بتتمحور وبتدور حول شخص سيأتي مستقبلا لكي يقوم بعملية الفداء المشكلة هي الخطيئة مكتوب كلنا كغنى من ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه وطبعا داود إنه بيقال ها أنا ذا بالإثم صورته وبالخطيئة حبلت بأمي ثم يقول الرسول في رسالته إلى روميا إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد فإذن في حكم في حكم على الإنسان لأن الخطيئة هي ضد الله الغير محدود مش أي شخصية فإذن شو الحل الحل شو العلاج ولسيما الكتاب واضح يقول النفس التي تخطئ موتا تموت وفي العهد الجديد يقول أجرة الخطيئة هي موت أما هبت الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا فإذن في موت وفي حياة مين ممكن اللي يقوم بهذه العملية شخص وحيد اللي في ملء الزمان اتخذ جسد وصار إنسان كامل بلا خطيئة ويكون الفادي حتى يستطيع أن يرضي الله لأنه ابن الإله وفي نفس الوقت يستطيع أن يكفر عن خطايا البشرية لأنه كامل بلا خطيئة بلا عين فعلاج الخطيئة كان صليب المسيح أو موت المسيح وفداء المسيح على الصليب ولكن هذا العمل أقمل والثمر في قيامة يسوع المسيح هذا أعطانا الرجاء أعطانا الحياة إنه ما نخاف من الموت والكتاب بعلمنا إنه الموت هو آخر عدو يبطل لكن الشخص المؤمن بالرب يسوع المسيح ما عدتش فكرة الموت هي اللي يعني تسود على الإنسان المؤمن لأن الرسول بولوس قال لأن لي الحياة هي المسيح والموت ربح فصار الكتاب يسميه رقاد أو خلع مسكن في لحظة أنت لما بتسلم الروح أنت بتكون في العالم الآخر مع يسوع إلى أبد الأبدين وكتير من الناس أنا بستغرب منها بتستثمر في سبعين سنة وبتنسى أنه الحياة الأبدية يعني إذا بدك تقول خمسمية أو خمسمائة ألف مليار سنة أنت عايش في الحياة الأبدية غريب إنه كل اهتمامنا وكل يعني حتى منفكر إنه الله هو أداة بين إيدينا شفيني باركني اعمالي سويلي كل إشي كأنه يعني رجاءنا في هذا العالم وإذا كان رجاءنا في هذا العالم فنحن أشقى الناس فشو العلاج كان موت المسيح وقيامة المسيح أعطانا الرجاء المبارك فإذا أخاف من نهاية العالم طبعا نهاية العالم رح تيجي بس بالنسبة للمؤمن ما فيش خوف لأنه عارف مصيري عارف إنه لحظة أنا هذا الجسد بيتحول إلى تراب لأنه من التراب وإلى التراب يعود أما النفس فتعود إلى الله هاي النفس اللي الله خلقها نفس خالدة لهذا يقول الكتاب ماذا يجد النفع لو ربح الإنسان العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه تصور إنه يسوع المسيح تكلم عن الخروف الضال وبيتكلم إنه بيبحث عن خروف واحد بدل التسعة وتسعين لأنه لا يريد أن يهلك خروف واحد فتخيل أنت محبة الله اللي كلفت دم يسوع المسيح وهذا طبعا ثمن باهز جدا لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح فهذا الخلاص مش رخيص كلفت دم يسوع المسيح نهاية العالم رح تيجي بس بالنسبة للمؤمن احنا متوقعين فالقطار عم بيسير إلى الأبدية والعالم في تراجع والعلامات عم توضح أكتر وأكتر كل يوم ولسيما هذا العام في فترة الكورونا كل اللي بيطلبه مني الكتاب المقدس إنه فعلا تسلم حياتك وتقبل يسوع المسيح مخلص والتوجه رب على حياتك وعندها أنت يعني بتنال الحياة الأبدية في الحاضر فحياتك بتتغير يقول الكتاب وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا تخيل إنه أنا بسير ابن بسير بنت للرب فإذن أنا مش خايف من نهاية العالم ورغم كل الشرور والمساوة ورغم إنه كل العالم صار ضد المسيح أنا بتكلم عن نظام نظام العالم صار كله ضد المسيح وإنه اليوم من الأسهل تحكي عن أي نبي أو أي تعليم آخر إذا حكيت عن يسوع أنت متهد مع إنه يسوع كامل كامل بدون خطية فإذن بالنسبة إلنا الموت صار قنطرة عبور إلى الحياة الأبدية مشان هيك المؤمنين الأوائل ما كان يخافوا من الاستشهاد حتى كان يشجعوا بعضهم البعض إنه على فكرة بتسكر عين بتغمض عين وبتكون مع الرب إلى أبد الآبدين حياة أفضل شركة أفضل يكفي أن نقول إنه بتكون مع يسوع المسيح فالفكرة إنه الله عاوز يرجعنا للصورة الأصلية اللي خلقنا لكن الخطية شوهت ولوثت كل البشرية فإذن إحنا مخلوقين على صورة الله موضوع محبته موضوع فداؤه هاي المحبة ظهرت في يسوع المسيح مكتوب ولكن بيّن الله محبته لنا لأنه ونحن بعد خطى مات المسيح لأجلنا فإذن المسيح أكمل الفداء وصار إلك رصيد إما بتقبله أو بترفضه فطبعا عيب إنك تقدم له شوية أعمال لأنه ما فيش إش بيرضي الله القدوس السماء لا يدخلها الشيء نجس مش ممكن ترضي الله في أي موضوع آخر سوى من خلال قبول يعني تأتي إلى الله عن طريق ذبيحة المسيح الحي لأنه انتصر على الموت وخلاص الموت ما عادش إله شوكة ما عادش إله صولة ما عادش إله سيادة ما عادش إله سلطان فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت النموس بل تحت النعمة وعبرانيين اتنين اربعة عشر وخمسة عشر ياريت تقرأها بيتكلم اللي كل حياتهم كانت تحت العبدية خوف من الموت فخلاص المسيح أكمل الموضوع الموت صار جسر لعبور إلى الأبدية إلى السماء ما عادش يرعبنا ما عادش يخيفنا كل المفاجآت اللي عم تحدث في العالم وإذا عم منسير إلى نهاية هذا العالم بالنسبة للمؤمن بالعكس بيشكر الله وفقط إربح نفوس حتى أكبر عدد ممكن يكون معك في السماء لكن اللي بيميز المسيحية عن سائر الأديان أنه بتقدم حياة أبدية وبتقدم ضمان للحياة الأبدية مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية وقال يسوع من يقبل إلي لا أخرجه خارجا ولا يقدر أحد وأنا أعطيها حياة أبدية ولن يقدر أحد أن يخطفها من يدي الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية في الحاضر ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل اسمع انتقل من الموت إلى الحياة عندما تضع ثقتك وإيمانك بالرب يسوع انتصار إليك حياة أبدية حياة الله ذاته في الحاضر ولما بتسكر عينك وبتكون مع الرب إلى أبد الأبدين هاي الحياة بتستمر إلى حياة أفضل اللي هي الحياة الأبدية مكتوب كتبت إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية كل من ولد من الله يعني اللي بآمن في يسوع المسيح أنه ابن الله فقد ولد من الله أحبائي تكون مولود ثانية أن الله عن طريق الإيمان وعمل الروح القدس في كيانك وقلبك من خلال قبولك يعني من خلال التوبة والإيمان بالرب يسوع المسيح تحصل على الحياة الأبدية يعني بقول النقدة بيت خيمتنا الأرض بسمي هذا الجسم خيمة يعني زي خيمة بتنقلها من مكان إلى مكان لنا بناء في السماء يعني لا يتزعزع ملكوتر لا يتزعزع ولا ينتهي ولا يضمحل لأنه صار إليك حياة أبدية فأنا بالعكس بشجعك أنك تفرح أنه إلنا حياة أبدية في الحاضر لكن أنا بدعوك الآن إنك تيجي ليسوع المسيح مكتوب ها أنا ذواقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعش معه وهو معي تخيل إنه رب المجد هو اللي عم بيقرع على باب قلبك اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم هو ذا الآن وقت مقبول هو ذا الآن وقت خلاص فإذن محتاج يعني يقول كتاب لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص أسرع طريق للرب هو الآن شو راك تفضها وخلاص لأنه عارف إن الخطيئة بتودينا على جهنم وبتخلي حياتنا معاناة ومأساة حتى على الأرض في هذه الأيام شو راك تفضها اليوم تكون خليقة جديدة وتنال الحرية والشفاء الكامل الإلهي وتصبح ابن وبنت للرب وأن يكون إلك حياة أبدية في الحاضر وأنه اسمك ينكتب في سفر السموات في سفر الحياة هل عاوز إنه اسمك يكون مكتوب في سفر حياة ردد هاي الصلاة قل له يا رب يسوع ارحمني أنا الخاطئ رددها قل له ارحمني أنا الخاطئ أنا بتوب عن كل خطية سامحني طهرني من كل إثم اغسلني بدمك الكريم وأنا بدعوك الآن أن تأتي إلى حياتي وأعترف أنك أنت المخلص الوحيد وأنك أنت رب لحياتي أنا بدعوك تكون رب ومخلص وملك على قلبي وحياتي هاي الكلمات مش سحرية إذا بتصليها من كل قلبك بتوب تقول يا رب ارحمني أنا بتوب اليوم وأنا أعلن إيماني مش إيمان كنسي ولا إيمان عقائدي ولا إيمان اتورثته من الآباء والأجداد ولا يعني إيمان حقيقي فعلا أنت تشعر بأسف وحزن على خطيتك لأن الخطية ضد الله ضد الله لكن محبته أعظم ورحمته أكبر فشو رأيك الآن تقول له يا رب أنا أقبلك مخلص ورب لحياتي ولما أنت بتصليها اتأكد أنك أنت رايح للسماء إلك حياة أبدية في الحاضر فيعني الرب رح يحررك من الخوف وعندما تأتي الساعة أنت عارف أنه إلك حياة أبدية من فضل ومن خلال يسوع المسيح الرب يباركك إذا صليت هذه الصلاة بليز خبرنا قول أنا صليت هذه الصلاة حتى نشاركك ونتابع معك وإذا أعجبك اعمل لايك وكون شريك معنا بالخدمة اعمل شير وشارك بالخدمة ربنا يباركك ويكون معك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر